اذا كنت اول مرة تصدر القناة لي لا تنسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم لبنايات كديرين نتمنى تكونوا بخير جهت لكم فيديو جديد و جهت لكم حلوة معلكة بمعنى الكلمة كتجي رائع البنات بدون بيض ولا زيت مكوناتها بسيطة جدا كما تحتاجون مشقة و تراكم مع المقادر و تراكم معي حتى الحلواء التي لا تدرك لها الكركع في اخر الفيديو بمناسبة للبنات المرغون عمل ايديك حتى نحن بالحلواء سوف نتحرك معي نخذ كاس لالكوفر مع كاس سوف نضح لي كوكا قد أضع لي لقوكا و معلقة الشوكولات معلقة العسل او لكون فيتور كنت أخذ منهم جبانية نظر جبانية ديال الصندهن جبانية للزبدة سوف نضع صغيرة بذل الصغيرة اضافة 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 نصف كاس مظهر نكهة الكراميل خمارة اوضانية سوف ينجزوا الطريقة الملحة وتنجحوا منظمة لاحصة مصروفة ملحة نضيف الزبدة منغارين ثلاثة السكار وزلافة الكوكاو ونضيف طريقة تحمر كاس الكوكاو تقشره تطحنه ثم تضيف كاس الكوكاو تضيف المسكور تضيف كاس الكوكاو ونضيف تطحنه ونضيف كامل نضيف تطحنه ونضيف خالط خلط خالط كما تشوفوا معايا سوف نخلط هذا الخليط يأتي معلق لكي تبدأ تخلطه تشعر بالخليط معلق ما بين يديكم تخلطه مزيان تأتي على شكل كريمي ودوك الحبيبات الكوكو يتحلوا مزيان نضيفه دقيق بالنسبة لدقيق ميزانكم العجينة تكون لينة كما تشوفوا معايا في فيديو نبقوا معايا لن تشوفوا طريقة بالضبط لتنجح لكم الحلوة اللي جربتوها سوف نضيف الدقيق بشوية ونخلط سوف نضيف الدقيق ونضيف الدقيق ديما تدريجيا لانه دقيق نوعياته يصرب وهذا المادي ما نقال لكم سوف نضيف الدقيق بشوية ونخلط وكان معك ما شي غير نخلط كان عجل نيسي كما تشوفوا معايا سوف نضيف الدقيق بشوية الدقيق بالنسبة لكم الكمية سوف نضيف الدقيق بطريقة اللي تشوفوا معايا وانا نخلط الخالد ليس قاسح المقادر سوف تقسموا كاس الزبدة اجتر their هذا المقادر سوف تريد اجتر 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 القنرفل لا تخافوا عن الطريقة جد القنرفل اجتر الفلو اجتر 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 اضيف اجتر تجمعوا الزبدة التي تبقى في القصرية لكي تتعرفوا القوام الحلوة لا تبقى تضيفوا دقيق مرة مرة دعوا العجينة تكون لينة شوية لكي تبقى الحلوة مع اللقاء إلا درتوا العجينة قصها سيكون الحلوة نشفة من بعد كما تشوفوا معي نجمع الزبدة في الجنب القصرية نجمعها بالدقيق وانا ندلق لكي تكون مرتد يدخلها في العجينة لا يبقى مكور بطريقة لكي تشوفها معي هنا ازربت الفيديو ولكن خليت المراحل لكي تجدكم مفهمة لأن هذه الزبدة لا تصدق لهم هنا كما تشوفوا العجينة من اللي جمعتها العجينة تكون مرخوفة قوامها سنغطيها ونجعلها 11 دقيق سنرتاح نجعلها 10 دقيق ونجعلها 10 دقيق نجعلها 10 دقيق نأخذ العجينة نجعلها taking the 20克 نجعلها 20 جرم نجعلها أبيض نجعلها أنه في أبوض أو سكر غلاس سواء تكون سبيسيال سوف تغرب سكر غلاس العادي سوف تغرب مع ميزينة 1 خمارة حمرة سوف ندوز في الميزان سوف نسقطة واحدة 15-20 جرام سوف تبقى عجينة 15 دقيقة سوف نتأكد من الخالط يكما شرب لنا دقيقة سوف نجد هجل سوف ندوز في الميزان ونضيف في لطنة كمية سوف نضرب نقاط المثال من المثال نأخذ اللاطة اللذي فرشت لها ورقة الطبخ نعذي الكويرات نضيفهم في اللاطة تحاولون الملغة بخير لا يكون فيهم الماء حتى ينبغهم لكم السكر نعذيهم كاملين نستفهم في اللاطة يكونون متبعدين لانه سوف يخمروا و سوف يتحلوا في الفران و سوف يتحلوا مسافة مبيناتهم سوف يكون هنا من اللي عمرت اللاطا سوف نكون سخنة الفران على 300 درجة باش يكونوا سخون مزيان سوف نأخذ صبعي نأخذ واحد الحفيرة صغيرة في وسط منهم نضغط قليلا باش يتشققوا لي من الجناب و سوف نأخذ وسط منهم قرقعة و سوف نتحلوا واحدين باش تشوفوهم والناس اللي ما عندهمش القرقعة ما بغوش يديرو باش يشوفوهم كيفاش غاجي وحدهما كي يجي وزوينين و غان نخليشوا واحدين بلا سكر غلاس باش نعطيكم اختيار ديرونتوما اللي بغيتو هنا خديت القرقعة ولا الجوز اللي قسمتوه كتقسموا الجوزة على جوجة ولا القرقعة كتحطوا النص فص من الحلوة و كيكون هنا يال الفران سخون كندخلوها الفران كان نقص و العفية لاتمية وتمانين دراجة خمسة عشر دقيقة إلا كان الفران ديال الجاز كتشعلوا الفوق تيتشققوا كتشعلوا التحت حتى هما خمسة عشر دقيقة ما يفوتوهاش إلا فوتوا لهم خمسة عشر دقيقة ولو قدرتوا عشرين دقيقة سيجيوكم ما قاس حين مبقوش معلكين كتفوت خمسة عشر دقيقة كتخرجوا اللاتة وخا كتقسوها كتبان لكم مرتبة ما طايباش ولكن غير تبرد كتلقوها شدات راسا يعني طايبة خمسة عشر دقيقة على مية وثمانين درجة فران يكون سخون هاد المعلومة البنات كنأكد عليها الفران يكون سخون مزيان كتدخلو كتحسبوه خمسة عشر دقيقة على مية وتمانين درجة لعفية الفوق والتحت هنا يعملي خطر جون كما كتشوفو رغمان ما هزيتهم مش من اللاتة خليتهم في اللاتة تبردوا تماما لأنهم بقين هنا كما كتشوفو بقين خضرين يلا قصوهم غير تحبقوا هما طايبين ولكن كيبانوا بحيلا خضرين يلا شتوهم هكا غتبغوا تردوهم من الفران اللي هتقول ما مازال ما طايبينش ولكن هما طايبين هتخليهم طايب ردهم زيان في اللاتة تكتهزو من الطبق التقديم هنا كما كتشوفو من اللي كملتهم كاملين طايبتهم خرجوا ليها 77 حبة اللي اعطتني هاد الغريبة لمعلكا بمعنى الكلمة نتمنى تجربوها وما قدرها بسيطة وهنا يعطيكم اقتراح لما بغيتوش تديرو القرقاع ما كانش عندكم اللي كان عندكم تديروها أفضل ما كانش عندكم هنا غادي تشوفو معايا اللي مدرش لهم القرقاع كيف جوهته وما جو غزالين لمهم هي التعليق اللي فيهم الداخل والمالق ديالهم الرائع جدا نتمنى تجربوهم وتردو علي الخبار وما تنسوا في اللي عجبكم في الفيديو تخليوا ليه لايك وغادي تدوزو شوفوا معايا اللي غا نقطعهم كيف جو شوفوا معايا هنا هي التعليكة ديالهم معلكين شوفوا ليها التعليكة جو معلكين ولكن طياب 15 دقيقة لابنازك انا اكد على هاد الهدرة 15 دقيقة كتخرجوهم كتخليهم بتي بردورة غا تهزوهم بسهولة كما كتشوفو هنا هراهم هرطبين معلكين وهنا كما كتشوفو هنا هراهم هرطبين كما كتشوفو اللي درتهم بلاء قرقع كي جو بحال هكا هم حتا هما كي جو مشقين وحتا هما 15 دقيقة غير درت ليهم حفرها من الوسط دخلتهم تطابوا حتا هما كي جو معلكين شوفوا ليه التعليكة ديالهم جو غزالين بزاف والاخرين راح ما درش ليهم سكر غلاسي باش نعطيكم اقتراحات كل وحده دير دكشي اللي بغاز كلهم جو معلكين يلا خليسكم على خير إلى الفيديو القادم بإذن الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة